اشتركوا في القناة انتزاع الكاسلم غذي يلوم في الختام في بداية الاحتفال فول الكاسات والرايا تفوق في اللقاء يا يوم ضع للشمس مال انتزاع الكاسلم غذي يلوم تاخذ الأول ولا تعطي مجال في ركضها صار للمركض ذوق الركض فيها مثل نوع الخيال يسبوقوا ما هانا تسبوق الفتام في بداية الاحتفال فول الكاسات والرايا تفوق باللقاء يا يوم ضع للشمس مال انتزاع الكاسلم غذي يلوم مغذة 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 دي مغذة من مغذة تنتسب في انتزاع الكاس في جيناتها في انتزاع الكاس في جيناتها روح روح عمر غض روح موسيقى اشتركوا في القناة المدامة همها لو كان طال وهي ترى العشار دعوى الله الحوض لي تفيدك صدق في يوم النزال سرها في ندرها الدم العروض عندها للي الرجوة واحتمال من سرح معها غدا كارتم حروض فعلها مشهود يوم المنديال وكم خصي من منها دوم مخنوك عندها بيكزي بداية الاحتفال قول القاسات والغايا تخو باللقايا يوقف للشمس غال انت زاع القاس لمغذينوك سلام يا مرغم بندك الذهب يا مغدير بندك الذهب يا مغدير يا سلام الله الله ذهب يا ذهب 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 بندك الذهب بندك الذهب سيد راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير يتسلم الكاس الغالية يا سلام يرفع عالية علينا ونمو مو لما خلت كوس ولا دلال يعني يدها سالمة من كل عور بكرة اللي ماخد انزين الخصار وسند الوافية الشهم الخروط وبندك الذهب اعني بالخغط في الختامي في بداية الاحتفال اهل تفو رايات الفور في اللقايا �ون الأطفا قاتش بندك الذهب دهو في الختامي في فداية الاحتوال قوم بالكاسات والغاية كل لقاية يوم طل الشمس مال عن تزاع الكاس لمغثينوك